عزيزات الطالبات أسعد الله أوقاتكم اليوم سوف نتابع بالتعرف على مصادر المياه الاعتيادية في الحصة السابقة أخذنا مصادر المياه الاعتيادية ألا وهي المياه السطحية وتعرفنا على المصادرها ما هي من مياه البحار والمحيطات ومن عنها المياه السدود ومياه الأمطار اليوم سوف نتعرف على المياه الجوفية المياه الجوفية كما تعلمنا سابقا أنه جزء من دورة الماء في الطبيعة جزء يتسرب من الماء إلى باطن الأرض وجزء على سطحها الذي على سطحها كما سميناه سابقا وهو المياه السطحية أما الذي يتخزن ويتسرب إلى باطن الأرض يسمى بمياه جوفية لماذا سميناها مياه جوفية؟ لأنه بعد الجريان الجوفي سوف تخزن مياه الأمطار في باطن الأرض أي في جوف الأرض فنسميها مياه جوفية من هنا نستنتج تعرف المياه الجوفية عزيزاتي الطالبات هي مياه موجودة في الخزانات الجوفية في باطن الأرض يعني هي ماء موجودة في باطن الأرض بنسميه خزان جوفي الآن عزيزات الطالبات بدنا نتعرف على كيفية حدوث عنياها الخزان الجوفي كما نعلم أن الطبقات الصخرية داخل الأرض عندنا بتنقسم إلى نوعين حسب تمريرها للمياه إذا بتلاحظي هنا عزيزة الطالبة في الرسمة بعض عندك مسامات عنياها الصخور تكون متباعدة وعند بعضها وبعضها تكون متراسة وتمنع أي دخول أو مرور الماء إذن فتنقسم منها إلى نوعين طبقات منفذة وطبقات غير منفذة الطبقات المنفذة عزيزة الطالبة هي طبقات صخرية لا تسمح بخزن الماء نلاحظ فيها مسامات كبيرة معناته ما رح تخزن الماء ليش؟ لإحتوائها على فراغات عنياها أو مسامات مثل الصخور الرملية اثنين عنياها بنلاحظ الصخور الرملية اثنين طبقات غير منفذة أو بنسميها كتيمة من اسمها كتيمة معناته لن تسمح بمرور الماء إذن هي الصخور لا تسمح بمرور الماء خلالها لماذا؟ لعدم احتوائها على مسامات مثال عليها صخور التربة الطينية الآن عزيزات الطالبات تكوننا خزان مائي دينية لاحظي من الشكل أن طبقات إذا كانت منفذة رح تسمح بنفاذ الماء وإنها بتتشكل في باطن الأرض لكن لو كانت أنياها ما بتسمح بنفاذ الماء رح لن تؤدي إلى دخولها فالصخور الرملية إنها بتحتوي على فراغات أو مسامات تسمح بخزن الماء ومروره خلالها فبهذا السبب بنسميها طبقات خازنة ومنفذة بينما الصخور الطينية لا تسمح بمرور الماء من خلالها أي طبقات غير منفذة كتيمة والآن عزيزة الطالبات لندرس الشكل التالي أن الشكل توجد فيها طبعا دورة المياه في الطبيعة إذا كما تلاحظين عنياها التبخر للماء على سطح الأرض حدوث التكاثف الهطل الجريان السطحي والجريان الجوفي لو لوحظنا إنه عنا الطبقة الصخرية جيم إذا بتلاحظي عزيزة الطالبة هنا الطبقة جيم بنسميها طبقة مالها كتيمة ليش؟ لأنه في الطبقة باع سمينا جمعنا فيها المياه الجوفية لاحظي عنا الهطل نزل على شكل مياه جوفية وعلى شكل مياه سطحية فخزن لي المياه في النقطة باع جيم النقطة جيم كما قلنا لكم تسمى صخور كتيمة لأنها لم تسمح بنفاذ الماء للأسفل لكن لاحظي الشكل الألف عندك اللي هو تنتقاطع عن نياها عن نياها شو بنسميه؟ خط سطح المياه وعندك سطح المياه الجوفية عندما تتقاطع مع سطح الأرض ماذا ينتج عننا؟ ينتج عننا إذا تلاحظين النبع إذن النبع هو نقطة التقاء سطح المياه الجوفية مع سطح الأرض وسطح الاسم الحدي العلوي زي ما حكينا لكم للمياه الجوفية اسمه سطح المياه الجوفية والآن نجيب عن الأسئلة التابعة للشكل ما اسم المياه المتجمعة في الطبقة الصخرية بمياه جوفية ما أهمية الطبقة الصخرية جيم جيم إذن صخور كتيمة تمنع نفاذ الماء هل الصخور إن الموقع ألف تنفذ الماء من خلالها؟ لا ليش لأن وسطح المياه الجوفية ما اسم الحد العلوي اللي هو سطح المياه الجوفية وإليك الإجابات مياه جوفية تمنع نفاذ الماء جيم ونعم إنها عملت لياها وسطح المياه الجوفية لكن إحنا حكينا كمان نقطة التقاطع الزيادة اللي كونت للنبع الآن يمكننا الحصول على المياه الجوفية بطريقتين اللي خزناها الجوفية نريد أن نستخلصها ونستخدمها فبواسط الطريقتين أول شيء عن طريق الينبوع والنفس ما عرفنا لكم سابقا الينبوع هو خروج المياه من باطن الأرض بشكل طبيعي عند ماذا؟ تحدث عند التقاء سطح المياه الجوفية مع سطح الأرض الطريقة الثانية حتى نحصل على المياه الجوفية الآبار زي مثل عنا أبارديسة كما تسمعون وعن المياه التي تأتينا البائر هو فتحة على سطح الأرض تحفر حتى تصل إلى المياه الجوفية ومن ثم نستخرج منها المياه عن طريق المضخات أزيزة الطالب الآن لو أجينا نفرق بين الينبوع والبئر من حيث وجود الماء تحت سطح الأرض وسبة تدفق الماء التلقائي ومصدر المياه كما تلاحظين مكان الموجود على سطح الأرض الينبوع بدي يكون قريب من سطح الأرض لأنه حكينا لكم أنه الالتقاء المياه سطح المياه الجوفية مع سطح الأرض بيكون الينبوع لكن البئر بيكون على أعماق كبيرة من تحت الأرض سبب تدفق الماء التلقائي منها أنه كما ذكرنا سابقا لما بيتقاطع من سطح المياه الجوفية مع سطح الأرض لكن مياه البئر ضغط ليش بتكون لديهم مياه كميتها كبيرة فوالوالضغطها تؤدي إلى صعودها إلى أعلى مصدر المياه اتنر مصدرهم مياه جوفية والآن عزيزات الطالبات بعد درسة المياه الجوفية وكيفية الحصول عليها قم بحل أطور معرفة صفحة 88 وأقوم تعلمي وأتأمل فيه صفحة 89